السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الأطلس والذي شروحات أتمنى إذا أجابكم الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على ألمات الإجاب بالفيديو لقيت ثلاث فتيات مسرعون زوال الجمعة غرقا بأحد شواطئ الواجهة الأطلسية بين مدينتي طنجة وأصيدة ضمن الحوادث المسجلة خلال الموسم الصيف الحالي وقالت مصادر في هذا الإطار إن الأمر يتعلق بثلاث فتيات من أسرة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 21 سنة تعرضنا لهذه التغرق عندما كان يمارسنا السباحة بشاطئ الهوار على الواجهة الأطلسية وتمكن عناصر إن قد تابعين للوقاية المدنية من انتشار جتمين الضحايا اللواتي تحضرنا من حي بن ديبان قبل أن يتم نقلهن إلى قسم الأموات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة فيما فتحت المصالح التابعة للدراك الملكي تحقيقاتها لمعرفة ملباسة غرق هؤلاء الفتيات ترجمة نانسي قنقر